اشتركوا في القناة وحدهم لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فوضوع خطبة الجمعة اليوم في ظلال قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والوهن أن يصاب إنسان أو أمة بضعف داخلي أو خارجي أو بهما معا بضعف معنوي أو مادي أو بهما معا ولعل من أخطر الأمراض التي قد تصيب أمة من الأمم أو فردا من الأفراد أو مجتمعا من المجتمعات وخاصة في لحظات وأوقات الشدة والمصائب والابتلاءات والمحن أن تصاب هذه الأمة أو أولئك الأفراد بمرض الوهن الخطير الذي يعبر عن انهيار داخلي وانهيار نفسي وانهيار معنوي والذي قد يعبر أيضا عن هزيمة فكرية وعن ضعف الإيمان وضعف ثقتهم بالله وضعف ثقتهم بحقهم وبمقدساتهم وبقرآنهم وبكلام ربهم فإذا ما وقعت أمة من الأمم في مثل هذا المرض الخطير فقد تودع منها لذلك كانت دائما توجيهات القرآن العظيم أن لا نقع في مثل هذا المرض الخطير ولكنه مهما قيل للإنسان لا تقع في الوهن ولا تكن مهزوما فكريا أو معنويا ولا تضعف ثقتك بالله ولا تضعف ثقتنا بمقدساتنا وحقنا فيها وأننا لابد سننتصر ولابد أن الأمة ستدخل القدس فاتحة ومهما قلنا وقلنا فإن ذلك كله لا يتأتى بالكلام لابد من منهج متكامل في ذلك هذا المنهج نتعلمه من كتاب الله تعالى فقبل أن يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقد ربط كل ذلك بقضية الإيمان فمن غير إيمان صادق ومخلص وقر في القلب حقيقة لن تستطيع هذه الأمة أن تخرج من مرض الوهن إن وقع لا سمح الله لكن حتى لا نقع في ذلك جاءت التربية الإيمانية أولا في كتاب الله تعالى في سياق هذه الآيات من سورة آل عمران إذ سبقها قوله تعالى وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين وهكذا حدثتنا الآيات عن البناء الإيماني القائم على التقوى ثم بيّنت لنا أننا بصدد أمر خطير يتعلق بالسنن الله في هذا الكون فقال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم بيّنت ثالثة خطر ما نحنو وأهمية ما نحنو بصدده فقال تعالى هذا بيان للناس عندها قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا فعندما نصغي إلى كتاب ربنا ونتحقق بشروط وحقائق الإيمان وحقائق هذا القرآن ونرتقي إلى اليقين الذي حدثنا عنه القرآن إذ يقول سبحانه أليس الله بكاف عبده ونرتقي إلى اليقين بحقائق القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون عندما نرتقي إلى هذه الحقائق الإيمانية قطعاً لن تصاب الأمة بالوهم ولا بالضعف لا داخلياً ولا خارجياً لا مادياً ولا معنوياً ولا تهزم فكرياً ولا تتخلى عن حقوقها ولا تشك بحقوقها ولا تشك تارة أو لحظة بإجرام عدوها وأن عدوها أيضاً مهزوم من داخله ويوشك أن ينهار عندما نتحقق بالإيمان لذلك جاءت بعد ذلك بيان السنن الله في هذا الأمر كله فعندما أيضاً نتحقق بفقه السنن ونتدبر في آيات الله فذلك يرتفع بنا إيمانياً حتى لا نقع بالوهن أو في الوهن أبداً فجاء بعد ذلك مباشرة بيان لسنن الله في هذا الصراع بين الحق والباطل حتى لا نصاب أبداً بهذا الوهن فقال تعالى عقب ذلك مباشرة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله كم عندنا يقين بهذه الحقيقة؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وهذه حقيقة وهذه سنة يعني أنها قانون إلهي لا بد أن يكون مهما اشتدت الخطوب على المؤمنين فكذلك هناك خطوب وشداءت تنزل بالأعداء لأنه سبقها قد خلت من قبلكم سنن وإذا نكمل هذه السنن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر كلها سنن ربانية قوانين ربانية لا بد أن تتحقق متكاملة فإذا وعيناها وتحققنا بها قاطعا لن يكون هناك وهن لن يكون هناك هزيمة لا نفسية ولا فكرية ولا معنوية ولا يمكن أن يكون منا انهيار أمام عدونا أو اعتراف لعدونا بحق أو تخاذل عن نصرة أهلنا وحقنا في ذلك لا يقفي أن يبقى هذا الأمر بهذا البيان الإلهي ولكن لا بد أيضا أن نتعلم ذلك عمليا ومن خلال الوقائع ومن خلال الأحداث ولا بد أن نتعلم ذلك عمليا من خلال القدوات العظام الأنبياء ومن سار على طريق الأنبياء لذلك جاء بعد ذلك في سورة آل عمران بآيتين أو ثلاث وكأي من نبي قاتل وفي قراءة قتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير والربي أولئك العلماء الصادقون المجاهدون جمعوا بين العلم والصدق والحال والحقيقة والإيمان والإخلاص مع ذلك جمعوا لذلك الجهاد في سبيل الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي تدل على الكثرة أيضا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ما وهنوا ما أصابهم ضعف داخلي أو معنوي بحال من الأحوال ولا هزيمة فكرية ولا شك في حق الله سبحانه وتعالى بل كانوا على كمال كمال اليقين بالله والثقة بالله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى والرضا عن الله وتوكر على الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله مهما كانت هذه الشدائد حتى أن أنبياء قتلوا وقاتلوا حتى أن ربيون قاتلوا وقتلوا ما أصابهم وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وهنا حديث إذن عن الضعف المادي والخارجي أيضا لا يمكن أن ينهار هذه الأمة بحال الأحوال وما استكانوا ما استسلموا ولا أصابهم ذل ولا هوان ولا استسلام ولا بحال من الأحوال لماذا أولا عدتنا الاقتداء بالأنبياء عدتنا الاقتداء بأولئك الأولياء الصالحين المجهدين وعدتنا أيضا كما قال تعالى والله يحب الصابرين وانظر بعد ذلك إلى حال هؤلاء رغم أنهم قدموا ما قدموا تضحيات وصبروا كما رأينا من صبرهم وتضحياتهم ماذا كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فيتبرؤون من حولهم ومن طولهم ومن قولهم ويحاسبون أنفسهم أين وقع منا خطأ أين وقع منا زلل أين وقع منا تقصير ويلجأون عن الله بالدعاء عنوان العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى عندئذ تأتي النتائج والثمرات العظيمة فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولأن هذا الحال لا يتوقف على برهة زمنية معينة ولا بد أن ذلك من سنن الله وقد تتكرر في كل وقت وفي كل حين فجاء بعد ذلك في سورة النساء قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أصابكم ما أصابكم من قبل كان منكم الشهداء وكان منكم التضحيات وكان الكر وكان الفر وكان الابتلاء وكان ما كان ثم بعد ذلك هدأت المعركة واستقر الأمر على ما استقر عليه وفق أمر الله سبحانه وتعالى ثم تجدد أمر لقتال عدو لا يمكن أن يكون ما أصابنا من قبل سببا لا يمكن أن يكون ما أصابنا من قبل سببا في تخلفنا أو ضعفنا أو هواننا أو انهيارنا النفسي ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلب القوم جهادا في سبيل الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم وهنا سنن أخرى عظيمة تقتضي منا حق اليقين بالله وحق اليقين بكلمات الله وكم نحن نؤمن بهذا اليقين ونتحقق به إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولكن أيمكن أن ترتقي هذه الأمة إلى هذه المعاني الإيمانية ومن ثم أن تحقق انتصارها النفسية والمعنوية والإيمانية والفكرية والعسكرية أيضا على عدوها وهي تحاول أن تتدبر في سنن الله وأن تتحقق بالإيمان وهي تجاهد وهي تقدم ما تقدم من تضحيات دون أن يكون هنالك مرحلة فيها من الشدة ما فيها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ماذا سيكون الله أحلم ولكن إذن كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا لا بد أن تمر الأمة بمرحلة الزلزلة هذه التي يتميز فيها الخبيث من الطيب والذي يتحرر فيها إيمان المؤمن وصدقه مع الله سبحانه وتعالى ويتحرر فيها إخلاصنا لله ورضانا عن الله سبحانه وتعالى وقيامنا بواجباتنا كما أمر الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نص الله وهو سؤال استغاثة وتضرع إلى الله هنا يأتي الفتح وهنا يأتي النصر متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فعندما تتحقق الأمة بكل هذه الحقائق وتثبت في المحن والشدائت ولا يصيبها وهن ولا انهيار لا فكري ولا معنوي ولا نفسي ولا تتخلى عن حقائق هذا القرآن ولا عن إيمانها بالله ولا عن حسن ظنها بالله وثقتها بالله ورضاها عن الله وثقتها بحقها بمقدساتها وثقتها بحقها بأن تقاوم عدوها ولو بالحجر ولو بأي شيء ولو بالكلم ولا تتنازل ولا تتخلى أبدا وتمر بمرحلة الزلزلة هذه ألا إن نصر الله قريب؟ ولذلك أعطانا هذا الدرس العملي أيضا في سورة الأحزاب وإذ زاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أولئك منافقين أولئك ضعا في القلوب والمرجفون وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذن لا بد أن تمر الأمة بهذه المرحلة من الزلزلة الشديدة التي تمحص الناس وتبين المنافق من المؤمن ولذلك بيّن سبحانه وتعالى صفة المؤمنين بعد ذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كلما استدت الشدة وكلما حممت الزلزلة وكلما عظمت التضحيات وكان مع ذلك الصبر والمصابرة والثبات والاجتهاد والجهاد والتضحيات رضا عن الله وثقدا بالله وتوكلا عن الله وإيمانا بحقنا فيما نحن فيه وأننا على الحق وأننا على الباطل وأن الله معنا هنا قطعا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لذلك لا يمكن أن يتنزل النصر على قوم يسيون الظن بالله هذا أولا ولا يمكن أن يتنزل النصر على قوم لا يخلصون مع الله ويصدقون مع الله ومع رسل الله ومع كتاب الله ويحكمون كتاب الله فيما بينه لا يمكن أن يتنزل النصر هذه سنن الله هذا هو قرآننا لا يمكن أن يتنزل النصر على قوم ملأ البنوك الربوية التي أعلن الله الحرب عليها بأموالهم من أين أموال البنوك الربوية؟ أموالنا أموال مسلمية ولا يمكن أن يتنزل النصر على أمة تبذر أموالها على العهر والفجور على مستوى العالم الإسلامي نتكلم لأن هذه أمة واحدة في النهاية لا يمكن أن يتنزل النصر على أمة ملأت فنادقها بالخنى والفجور والخمور والآخرون ساكتون عن ذلك كيف سيتنزل النصر على أمة هكذا شأنها كيف يتنزل النصر على أمة ارتضى بعضهم لنفسه مجرد رفع الشعارات والدعوة إلى التضحيات والدماء ولكنه يريد أن يضحي بالآخرين ولكنه يريد أن يضحي بدماء الآخرين كيف يتنزل النصر على قوم يريدون أو يزعمون أنهم يريدون تحرير المقدسات وهم سفكوا دماء المسلمين سفكوا دماء المسلمين وسفكوا دماء أهل الحق وما زالوا يفعلون ذلك ولم يعتذروا عن ذلك ولم يتراجعوا وما زالوا أعداء لأصحاب رسول الله كيف يمكن أن يتنزل النصر على أمة قد فعلت ما فعلت من الفجور والإعراض عن الله إذن القضية ليست أن نكون مؤمنين حقا بوعد الله فإن الله لا يخلف وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن القضية كم نحن تحققنا بشروط ذلك وكم نحن تحققنا بأسباب ذلك وكم نحن حاسبنا أنفسنا على ذلك وكم نحن راجعنا أنفسنا بذلك وكم نحن أعدنا صياغة حياتنا وفكرنا وفق كل ذلك أقول قول هذا وأستغفر الله لي وليه ترجمة نانسي قنقر